حين تتداخل الأزمنة وتتقاطع المسارات يبرز البحر الأحمر ككتاب مفتوح تكتب فيه فصول جديدة من الصراع والتنافس هنا على شواطئ هذا الشريان الاستراتيجي تهرع القوى الكبرى لتأمين مصالحها بينما تتقاذف الأمواج الإقليمية بقايا الحلول وفي خطوة نافتة على وقع تصاعد التوترات في البحر الأحمر أعلنت السفارة البريطانية في اليمن عن تقديم قوارب لخفر السواحل اليمنية ضمن ما وصفته بدعم تعزيز الأمن البحري الإعلان يأتي في ظل تعظم التحديات الأمنية بالمنطقة بعد تصعيد حاد تمثل في هجمات استهدفة ملاحة الدولية نسبت إلى جماعة الحوثي الحكومة النيوزلندية اتخذت إجراء نوعيا بإدراج جماعة الحوثي ضمن قائمتها للكيانات الإرهابية مشيرة إلى أن القرار جاء كرد فعل على ما وصفته بتهديدات الحوثيين المتكررة لأمن الولاحة العالمية هذه الخطوة تضيف بعدا دوليا جديدا للضغط على الحوثيين خاصة مع تصاعد الأصوات الإقليمية المطالبة باتخاذ مواقف أكثر حزما وفي مسار موازن صدر بيان مشترك بين السعودية وإيران والصين يدعو إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر مشددا على ضرورة احترام القوانين الدولية وضمان حرية الملاحة البيان يبرز مساعي لأعادة ضبط التوازنات في المنطقة وسط حالة ترقب لما قد تسفر عنه المباحثات بين القوى المؤثرة أما الإمارات فتحركت في اتجاه آخر عبر دعوات لتشكيل تحالف عربي يهدف إلى مواجهة ما وصفته بالتهديدات الممنهجة التي تطول أمن المنطقة والتحالف وفق المصادر المطلعة قد يشمل دولا عربية وطلة على البحر الأحمر في مسعى لإيجاد قوة إقليمية موحدة قادرة على الرد البحر الأحمر هذا الشريان الحيوي لتجارات الدولية بات ساحة صراع محتدم حيث تلتقي الحسابات الدولية والإقليمية في نقطة غليان هكذا هو المشهد بحر يشتعل تحت رايات السياسة وممر تحاصره الزوارق والدبلوماسية حيث الكل يبحر لكن لا أحد يعرف أين سترسو سفن الصراع المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر